هناك مخطط للتصفية القضية الفلسطينية أقول لك ها في مخطط طبع للتصفية القضية الفلسطينية هل المخطط ده وليد اللحظة؟ لا والله مش وليد اللحظة 17 سنين؟ لا 20؟ لا هو عمليا المخطط من قام مؤتمر بازل أنه يتم تفريغ الأراضي الفلسطينية تماما من سكانها ويحللهم بمجموعة من المهاجرين اللي جايين من كل حد بنوصوب علشان يعودوا على هذه الأرض فيحتلوها فيصبح الاحتلال الصهيوني للأرض العربية هو أقدم احتلال استيطاني موجود أو بالأدقة هو الاحتلال الاستيطاني الوحيد الذي لازال موجودا على ظهر البسيطة طيب ما تيجي نفهم أكتر خلينا نرحب بضفنا العزيزي الأستاذ علي عاطف الباحث من المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية منوارنا أهلا بحضرتك عامل إيه؟ الحمد لله بخير هل فعلا زي ما قال للأخ المزيع دلوقتي أنه المسألة من اللحظة الأولى من أيام مؤتمر بازل؟ لا لا مسألة تصفية القضية بالطبع من فترة كبيرة جدا يعني ليس وليد اللحظة كما أشارت هارك من مؤتمر بازل فعلا هم يعني يخططون لتهجير جميع الفلسطينيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية يعني لو نظرنا إلى الوضع الحالي سنجد أن الإسرائيل تحتل نسبة 85% من مساحة فلسطين الكلية حوالي 27 ألف كيلو متر المساحة الكلية هي تسيطر في الوقت الحالي على 85% يعني حوالي 22 ألف كيلو متر مربع تبقى للفلسطينيين حوالي أعتقد ما يزيد عن 5000 كيلو متر مربع يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة أعتقد أن الحروب السابقة منذ 1948 وما قبلها وما بعدها أعتقد أن إسرائيل يعني هجرت مزيد وكثير جدا من الفلسطينيين خارج أراضيهم وهي تحاول في الوقت الحالي تكملت هذا الاحتلال يشمل كامل الأراضي الفلسطينية التاريخية التي تشمل 27 ألف كيلو متر مربع يعني الآن هي تريد أن تنهي القضية بشكل كامل عبر تهجير بل ما تبقى من الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين في قطاع غزة إلى صحراء سيناء إلى شبه جزيرة سيناء فأعتقد أن زي ما أشرت حضرتك في البداية أن هذا المخطط قديم جدا منذ مؤتمر بازلع في القرن الـ 19 بالضبط فهو ليس جديد يعني أعتقد ما يحدث الآن هو تكمل لهذا المخطط الذي يعني يمتد العقود طويلة كما أشرت حضرتك يعني عن طريق ما تريده إسرائيل في الوقت الحالي وتصفيت هذا عن طريق الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة وأعتقد أن نفس المخطط أعتقد سيتم أو ترمي إسرائيل لتحقيقه في الضفة الغربية بالتأكيد عبر تهجيرهم أيضا إلى الأردن ويعني إحنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت كيفية رفض مختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط العرصاء مصر والأردن والرئيس محمود عباس أبو مازم جميعهم رفضوا وبقية القادة الإقلمين الذين اجتموا في قمة السلام مؤخرا رأينا كالفة أنهم يعني يرفضون مخطط تهجير الفلسطينيين بشكل كامل لأن مخطط يعني التهجير سينهي القادة الفلسطينية بشكل كامل لن تكون هناك قادة فلسطينية يعني إلى ملة نهاية ستختفي تماما ولكن هناك أيضا إلى جانب هذه المشكلة هناك مشكلة أخرى وهي أن تهجير الفلسطينيين على سبيل المسأل إلى شبه جزيرة سيناء وهو ما ترمي إليه إسرائيل في الوقت الحالي بالتأكيد سيخلق من شبه جزيرة سيناء منطقة يعني مخلخلة أمنيا بشكل كامل وبالتأكيد نحن يعني مصر والقادة السياسية عبرت عن رفضها لهذا المخطط بشكل كامل يعني إسرائيل ما ترمي إلى تحقيقه كجزء من تهجير الفلسطينيين يعني خلخلة المسألة الأمنية في شبه جزيرة سيناء وبالتالي يعني شن يعني بالتأكيد لو تم تهجير الشقاء الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء وهو بالطبع عمر مرفوض يعني ولكن سيتم ستكون السيناء منصة أو قاعدة لانطلاق العمليات العسكرية تجاه الأراضي المحتلة أنه لو هجرت أهالي غزة إلى سيناء وحطتهم على الحدود فانت هنا بتدخل مئات الألاف وما قد يقترب من مليون نسمة ده لو ما افترضناش أنه الاثنين ونص مليون نسمة دخلوا طيب في الحالة دي بالتأكيد وصححة إلونا غلطان بالتأكيد أنه الفلسطينيين اللي موجودين ساعتها داخل الحدود المصرية هم مش هيوقفوا يتفرجوا على بلادهم ووطنهم هو بيتم القضاء عليه بالكامل وبناء مستوطنات جديدة وبالتالي هم كمان هينتهجوا نهج المقاومة بالضبط يعني ده هيحول السيناء إلى قاعدة زي ملوح راك قاعدة عمليات عسكرية ضد فهتحصل يحصل عمليات عسكرية من جوة الحدود المصرية من جوة الحدود المصرية للداخل للداخل إسرائيلي وبالتالي ده هيهدد الأمن القومي المصري كله ليس فق يعني السيناء جزء أصيل من مصر فبالتالي هيهدد الأمن القومي المصري إلى ما لا نهاية ده فرضا يعني حصل مثل هذا السيناء ده مش بس كده أنه ورد يحصل تصرب لعناصر كتير تبدأ تدخل إلى الأراضي المصرية في قلب الأراضي المصري بالضبط يعني ده سيدرب الأمن للقوم المصري في مقتل ولذلك القيادة السياسية عبرت تؤكدت بشكل واضح وصريح لا يقبل اللبس ولا يقبل الجدال فيما يخص رفض تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء يعني مصر بتقدم للقضية الفلسطينية منذ عقود زي محرية كارف بتقدم لها الدعم على مختلف الجهات قدمت لها دعم إنساني قدمت لها دعم سياسي دعم دبلوماسي ليس فقط منذ يعني الانطلاق الأزمة الحالية أو يعني اشتداد الأزمة الحالية بعد السبع أكتوبر ولكن منذ عقود مصر ترى القضية الفلسطينية قدمت لها جميع المساعدات بمختلف الأشكال ولكن هي ترفض بالتأكيد إنهاء القضية وتهجير الأشكال الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء للأسباب الكثيرة التي نحن نتحدث عنها وبصدادها وحنا هنا بمتكلم على زاويتين لو صح الكلام وكلاهما زاوية مشروعة منها أن مصر بتحفظ على أراضيها وبتحفظ على أمنها ومن ناحية أخرى مصر بالتأكيد جزء من عقدتها ومبادئها هي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه وحقه في إقامة دولته المستقلة بالضبط يعني مش بننظر بس للموضوع لنا نحن بنبص على أمن الشعبين وحق الشعبين عدم إنهاء القضية الفلسطينية وعدم اختفاء فلسطيني يعني عدم اختفاء الفلسطينيين بشكل كامل بالتأكيد المسألة زي مهراج بتشير ليس فقط مسألة أمن قومي مصري ولكن هو أيضا أمن قومي مصري أمن قومي عربي أمن قومي إقليمي وعدم إنهاء للقضية الفلسطينية بشكل كامل لأن تهجير الفلسطينيين على هذا النحو سيخلخل أيضا ليس فقط من الأمن القومي في مصر وأشيب جزيرة السيناء ولكن أيضا سيجد مشكلات في محيط المنطقة العربية أو في منطقة الشام وشمال غرب الجزيرة العربية سيجد مشكلات أمنية وعسكرية لا نهاية لها في هذه المنطقة كذلك